القتل السياسي في عدن لا يتوقف والقتلة لا ينامون فهذه المدينة التي تقوم في هذه المرحلة من تاريخ اليمن المعاصر بوظيفة العاصمة السياسية المؤقتة ترزح ولا تزال تحت وطأة القتل والعنف والتفجيرات والانتهاكات متعددة الأبعاد على نحو أبقاها محفوفة بالمخاطر منذ استعادتها من الإنقلابيين في السابع عشر من يوليو عام 2015 فالقاتلة المتجولون في شوارع المدينة أطلقوا مجددا رصاصاتهم الغادرة على إمام جامع جديد هو إمام جامع الفرقان الشيخ حميد الأثوري لينضم إلى قائمة تضم العشرات من المغدورين بينهم 23 على الأقل من آئمة المساجد والدعاة الاغتيال وقع ظهر الثلاثاء بينما كان الشيخ الأثوري يستقل سيارته في حي النصر الذي يسكنه وبالقرب من منزله حيث قام مسلحون بإطلاق وابل من الرصاص على الإمام وأردوه قتيلا على الفور أحدث الاغتيالات التي تطال عدن تأتي قبل فترة وجيزة من وصول رئيس الوزراء الجديد معين عبد الملك سعيد إلى العاصمة السياسية المؤقتة في وقت ينظر فيه المراقبون إلى تجدد أعمال الاغتيالات في عدن بأنه رسالة غير ودية إلى رئيس الوزراء الذي يتهيأ إلى إدارة الحكومة ومواجهة الاستحقاقات الاقتصادية الطابع من هذه المدينة ومع تجدد أعمال الاغتيالات تتجه الأنظار إلى الكيفية التي ستتعامل معها الرئاسة والحكومة مع الدلائل الدامغة لتاريخ من الاغتيالات التي طالت سياسيين وناشطين ودعاء وإيمة مساجد وضباط من الجيش والشرطة في العاصمة السياسية المؤقتة على مدى أكثر من ثلاثة أعوام ونصف وكان تقرير لموقع بازفيت الأخبار الأمريكي قد نشر تقريرا استقصائيا يكشف فيه العمليات التي قام بها فريق من المرتزقة الأمريكيين والإسرائيليين تحت إشراف المخابرات الإماراتية في مدينة عدن وشملت تفجير مقرات واغتيال شخصيات وتضمن التقرير وكذلك إقرارا من ضباط إسرائيليين وأمريكيين سابقين ظالعين في تلك الجرائم بينهم رئيس فريق الاغتيالات إبراهام جولان عادا تودع مغدورا لتتلقى نبأ اغتيال آخر في سلسلة لا تنتهي من جرائم القتل التي تقيد على الدوام وفي ظل هيمنة التحالف أدواته المنفلتة ضد مجهول